عايزين نعرف التحول بها اللي حصل في المتش النهاردة أسبانيا وفرنسا إزاي أسبانيا ألفتنية تتطارك المساحات اللي كانت تتطارك لفغوينتي كان عنده مشكلة إن منتخب ألمانيا حططت له ثلاثة في نص الملعب مدافعي أنا هقفل الدنيا منتخب فرنسا إيسا فبقى دلوقتي كلما يمال يطلع بالكورة على الخط يلاقي ربي يتنازل معاه غير الباك ويعمله عليه زيادة عددية وبلوك نفس الكلام الناحية التانية لما ويليمز كان يطلع بالكورة بيلاقي كانت يقرب معي مع الزهير ويعمله نفس البلو فبدأ يعمل حاجة مختلفة تماما إنه لمين يمال أخطر لعيب عندي أنا مش عايزك على الخط ادخل للعمق وده اللي هيبان معانا في الجنين على فكرة ادخل للعمق ويعمل حاجة مختلفة بقى ربي يتنش فاهم أو مش مستوعب إن ده بيحصل كلما يحاول يمال يعني بيعمل فنت أنه هيطلع لبرة فخلاص ربيوت هو قفل عليه فجاء اكتشف إنه هو داخل لجوه وده اللي معانا في حالات الهجومية لمنتخب أسبانيا في الهدف الأول لمين يمال بمهارة كبيرة جدا بعد دخوله للعمق قدر يعمل فنت الأولاني ويرقص ربيوت وطبعا بمنتهى الدقة الكبيرة جدا شفنا أهو خلينا نستعرض لمين يمال أهو صارينا شحنا فضلنا دقيقة وليسة عايزين نتكلم على التوقعات لا يبقى هو في نص الملعب داخل نص الملعب الصورة اللي بعدها على طول بيقطع لجوه هو مش عايز يطلع بالكرة البرة هو بيقطع لجوه وبيحط وش رجله فيها بتروح بالهدف الرائع اللي احنا كنا شوفناه في الكرة التانية في الهدف التاني نفس الكلام لان يمال أهو داخل لجوه ونفضل الوينج خالص على فكرة بالضبط والجون هتيجي الجون من عند نفاذ نفس الكلام هنكمل ده قلمه اللي عليه الكرة لسه كان عثمان بيتكلم عليه وقد ايه فيه ثقة بينه متبادلة بينه باللفونتي بقى لعب يمال الكرة لقلمه في الصورة اللي بعدها على طول هنكتشف ان الوينج فاضي خالص بدخول يمال لجوه ودي خطة لفونتي ان انا ادخن الناس لجوه عشان اطلع البكير يشتغلوا وفعلا في الكرة نفاذ بيرفع بيعمل اوفر وده ما بيعمل اوفر الدفاع بيطلعها ولكن بيطلعها بطريقة خطيئة يقدر يستلم قلمه الكرة وبفنته وبمهارة جميلة جدا بيحط هدف وبيعلن فوز منتخب اسباني عزيم يأس بس منتخب فرنسا هو اللي كان غريب استسلام تام انت جريزمان قاعد معاك ميديا 62 بتنزله لأ انت مفروك وتتدخل بدري قوي عن كده تبدأ تعمل خلاص انت خطتك كالدفاعية من الاساس لأ غير كل ده وين خط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر